السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالباتي في مدارس السابلة الصف التاسع سننتقل اليوم إلى هذه القصيدة بعنوان في مدح سيف الدولة أما شاعر هذه القصيدة فهو أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين الجعفي ولد بالكوفة وتعلم فيها القراءة والكتابة كان شعره مرآة لعصره ونفسه يظهر همته العالية ونفسه الطموح ما زال شعره حتى وقتنا هذا حيا بين الناس لما فيه تأثير كبير يملؤهم إعجابا بنبوغه ومثله كالشرف والشجاعة وعلو الهمة والحكمة أما هذه القصيدة فقد قالها المتنبي يمدح من خلالها سيف الدولة ويذكر الواقع التي حدثت في جماد الأول سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة للهجرة بين جيش المسلمين بقيادة سيف الدولة الحمداني وبين الروم تحت إمرات الدمستق المطلوب أولا من الطالب أن يقرأ النص قراءة صامتة ومن ثم يستمع إلى هذه القراءة الجهرية في مدح سيف الدولة غيري بأكثر هذا الناس ينخدعوا إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا وما الحياة ونفسي بعدما علمت أن الحياة كما لا تشتهي طبعوا أطرح المجد عن كتفي وأطلبه وأترك الغيث في ذمدي وأنتجعوا والمشرفية لا زالت مشرفة دواء كل كريم أو هي الوجع بالجيش تمتنع السادات كلهم والجيش بابن أبي الهيجاء يمتنع تغد المنايا فلا تنفكوا واقفة حتى يقول لها عودي فتندفع قل للدمستقي إن المسلمين لكم خانوا الأميرة فجازاهم بما صنعوا وجدتموهم نياما في دمائكم كأن قتلاكم إياهم فجعوا لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق فليس يأكل إلا الميت الضبع من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضع ليت الملوك على الأقدار معطية فلم يكن لدني عندها طمع الدهر معتذرا والسيف منتظرا وأرضهم لك مصطاف ومرتبع فقد يظن شجاعا من به خرق وقد يظن جبانا من به زمع إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع ننتقل الآن إلى معاني المفردات من الأبيات واحد إلى سبعة جبن أي أصابهم الجبن غيمدي هو بيت السيف الغيث المطر المشرفية المقصود بها السيوف الدمستق هو قائد جيش الروم ننتقل الآن لشرح هذه الأبيات البيت الأول غيري بأكثر هذا الناس ينخدعوا إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا يقول الشاعر في هذا البيت أنا لا أنخدع بالناس فأعتقد فيهم الجميل لأنهم يجبنون عند القتال ويشجعون عند الحديث إنما شجاعتهم تكون بالقول لا بالفعل فلا أغتر بهم البيت الثاني وما الحياة ونفسي بعدما علمت أن الحياة كما لا تشتهي طبع يقول الشاعر في هذا البيت بعد أن علمت أن الحياة غير المشتهى طمع ودنس فما لنفسي مع الحياة فلا أريدها كيف ترغب نفسي بهذه الحياة وهي تنغص وتكدر بما لا تشتهيه الأنفس أما البيت الثالث أطرح المجد عن كتفي وأطلبه وأترك الغيث في غمدي وأنتجعه عن الشاعر بالمجد والغيث هنا السيف لماذا؟ لأن كليهما يدرك به والمعنى من ذلك أن الشرف وسعة العيش إنما يدركاني بالسيف فلا أترك سيفي وأطلبهما بشيء آخر بمعنى أن الشاعر يريد الشرف وسعة العيش باستخدام السيف والعمل والفعل لا القول الصور الفنية في هذا البيت صور المجد شيئا يحمل على الكتف عندما قال أطرح المجد عن كتفي كما صور المطر سيفا له غمض وأترك الغيث في غمدي وأنتجعه البيت الرابع والمشرفية لا زالت مشرفة دواء كل كريم أو هي الوجع كما قلنا أن المشرفية معناها السيوف يقول الشاعر في هذا البيت أن السيف هو دواء الكريم أو داءه لأنه إما أن يملك به بمعنى أنه يحصل على ما يريد باستخدام السيف بالفعل لا بالقول أو أنه يقتل به فإما أن يكون السيف دواء أو داء لهذا الكريم البيت الخامس بالجيش تمتنع السادات كلهم والجيش بأبي الهيجاء يمتنع يقول الشاعر بأن عز الملوك وامتناعهم عن عدوهم يكون بجيوشهم لأنهم به يقون وعز جيشك يكون بك المقصود بك هنا له ابن أبي الهيجاء لأنهم لا يمتنعون عن عدوهم إن لم تكن فيهم البيت السادس تغد المنايا فلا تنفك واقفة حتى يقول لها عودي فتندفع بمعنى أن المنايا والمقصود بالمنايا هي جمع منية وهو الموت إن المنايا تنتظر أن يأمرها فهي واقفة منتظرة أمره بالعودة إليهم كأن المنايا لا تقع إلا برأي الأبطال بمعنى أن الموت لا يقع إلا برأي الأبطال الذين يدافعون عن بلادهم ويقفون أمام العدو ببطالة ببطولة وشجاعة البيت السابع قل للدمستقي إن المسلمين لكم خانوا الأميرة فجازاهم بما صنعوا بمعنى يقول الشاعر أن هؤلاء الذين تركهم سيف الدولة وقد سلمهم للدمستق قائد الروم هم لكم فاصنعوا بهم ما شئتم حيث إنهم خانوا الأمير الأمير المقصود به سيف الدولة بالانصراف عنه فجازاهم بأن سلمهم للروم الفكرة العامة من هذه الأبيات هي